وزي ما كنا دايما بنقول زمان اللي يشوف مصايب الناس بتهون عليه مصبته أو بتهون عليه بلوته واللي بيشوف حسيس الناس التعبانة بيقول يا ده ده الحمد لله على نعمة ان احنا موجودين وامي موجودة وابويا موجود نعمة السند نعمة الونس السنة دي يمكن دلوقتي تاخد القرار ان انت تروح تجيب ممتك وتخليها في حضنك وجنبك دي دعوتها بتخترق السبع سماوات يعني كفاية كفاية بس كده تبقى منورالي البيت وبتدعيلي دعوة حلوة دايما دايما كنت اسمع امي تقولي ان انا وانا بدعي بيكون كده المصيبة نزلة ودعوة الام بترفعها احاديث كتيرة واقويل كتيرة عن الرحمة اللي الام طول ما هي عايشة وولادها بيستمتعوا بيها عايز اقول لكل القلوب الجحدة لكل القلوب اللي لهتها الدنيا لكل القلوب اللي الشغل والفلوس والحياة والسرعة الحياة خلوهم ينسوا امهاتهم لا ارجعوا ارجع تاني دي امك امرتك معاك وولادك بس دي امك دي دي هي دي اللي دعوتها تخلي حياتك كلها نور راجع نفسك راجعي نفسك ازاي بقدرة تدي حنان وطيبة لولادك وبتخافي عليهم وتقولونهم امك زي اللي عملتيه في امك ولادك هيعملوه فيك اتمنى والله العظيم لو ده حصل يبقى احنا الحلقات دي عملنا معجزة الهية ان لو خلينا ست واحدة او راجل واحد قلبه يحن ويروح يجيب امه من دون المسنين او يروح يرعيها يبقى احنا كده نجاحنا يا رب وخدنا سوابكم وسواب اي ام انبسطت من قلبها وضحكت من قلبها لما ابنها وبنتها يدخلوا عليها كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وامي طيبة وكل سنة وكل امهات المسلمين طيبين يا رب ودايما كده يا رب في نعمة ان امي حوالي وفي البيت وربنا يديهم السحة يا رب محرمناش بينهم ابدا شوفكم الحلقة جاية على خير ان شاء الله